في الدرس ده ان شاء الله هشرح يعني ايه ال y loop هو اخر نوع من انواع ال loops عندي ال for loop و ال y loop و ال d y loop او شجحت لمرة نفس المثال بال for loop و نفس المثال بال y loop واشرح نفس المثال ايه بال d y loop عشان تعرف الفرق بينه اول حاجة هعمل ايه هقول انتجر نمرا هعرف النمبر عادي بساعة واحد الخطوة دي من الخطوات الساوطة في البرنامج لانا بعرف ايه نمبر بساعة واحد وبعرف برضو ايه الكاونتر بتاعي بساوي ايه بساوي ال 10 بعد كده اعمل ايه هنا الاختلاف بقى بكتب do وافتح ايه و c وبنفذ هنا العملية اللي انا عايز اعملها عايز اعمل ايه عايز اعمل نمبر بلاس بلاس عايز كل شي ازود على نمبر واحد وبعدين با increment او با decrement هنا بعمل ايه decrement يبقى ايه ايه ماينس ماينس بعدين هعمل ايه باكتب وايل واكتب الشرط بتاعي الشرط بتاع ايه ان الاي الاف عنده ان الاي اقل من ايه او يساوي الواحد او الاي اكبر من او يساوي ايه الواحد واكتب ايه واكتب ايه واكتب سيم كولون بعد ما اخلص اعمل ايه بعد ما اخلص اتبع اخلص النمبر بساوي ايه النمبر اللي عندي اخلص 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 بنفذ يبقى اول حاجة عندي كتف الوايل اللي انا كنت بتشكى ع الكونديشن الاول لو true بنافذ لو مش true بطلع لكن هنا اقول حاجة ايه بنفذ يبقى اول اختلاف بين الوايل وان الوايل لازم على اقل تنفذ مرة واحدة بس حتى لو الشرط بتاعي اه غلط يعني حتى لو الشرط مش متوافق معايا الكود اللي جواه هتنفذ مرة واحدة بس طب لو متوافق عادي بيكمل تنفيذ يبقى ايه نم بلاس بلاس يبقى زودت النم ايه واحد بقى اتنين ايه نقص من ايه واحد بقى ايه بتسعة هالت هالت تسعة اكبر من اوسع الواحد اه طب مسلا لو جيت هنا اقولت له ايه اه او يساوي الواحد كده الشرط ده من الاول اصلا يعني ايه مش متحقق لان الايه اصلا بعشرة وعمرة عشرة تم اقل او يساوي الواحد وحتى لو نقصت منها واحد ايه بردو تسعة ايه مش اقل من اوسع الواحد يبقى هنا الشرط مش متحقق في جميع الحالات فيعمل ايه بردو حتى لو مش الحقق هلازم هنفذ ده ايه مرة واحدة فيخش هيجمع واحد على واحدة واتنين ويتبع ايه ويتبع على اتنين شوفوا طبعة اتنين بس معين ايه معين ايه معين الشرط ده مش متحقق فهي الوايل اختلافها عن الوايل والفور انها لازم تنفذ لجوه الواحدة مرة واحدة على الاقل حتى لو الشرط ايه مش متحقق يا ربك انوا فهمتوا ايه الوايل ان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي